مستر محمد سعد مع مستر محمد سعد النهاردة سنقول اعدادي منهج الاول ازاي احل سؤال اداله طبعا هنا مراجعة على ازاي اي محادسة تجيني احلها على طول اتبع النصايح اللي اقول عليها اول حاجة الجملة اللي فوق بتفهمني حاجات كتير اقراها كويس وترجمها كويس بعد كده اقرا المحادسة كويس مراتين تلاتة اربعة كل ما اقراها حلاء الدنيا بتفك معايا وبعد كده اشوف اطراف المحادسة مين لان اطراف المحادسة بتديني معلومات عن المحادسة بتتكلم عن ايه هنا بيقول يعني الشخص اللي بيجري مقابلة وهنا عمر عرفت في ان في مقابلة خلاص وبعد كده ابدأ احل ايه السؤال بيعرفني الاجابة والاجابة بتعرفني السؤال يلا كده نحل مع بعض علشان تعرف ازاي تحل المحادسة هنا بيقول لي بترجم يعني مقابلة مع عمر تمام طبعا انت قريت المحادسة خمس ست مرات خلاص يلا كده نقرأ ونحل مع بعض هنا يعني الشخص اللي بيجري المقابلة بيقول ايه بيكلم عمر بيقول له ايه يعني ممكن اسألك بعض الاسئلة عمر قال له ايه وصلت في نفسه طبعا قال له يعني طبعا دخل في شمال قال له ايه ها تعالي كده نشوف قال له ايه ده ده سؤال يبقى هنا محتاج في الغالب قد تستفهام عشان هنا فيه المساعد طب حجيب قد تستفهام المناسبة منين من الاجابة اقرأ الاجابة كويس هنا بيقول لي عمر اي بلاي زا درامز ان زا مورنينج اترجم الجملة انا بعزف الطبل ايه في الصباح انا بعزف على الطبل فين في الصباح يبقى حيقول له ايه بالعربي مش بالانجليزي انا مش فاهم حاجة هنا بيقول له تلعب او تعزف على الطبل يبقى حيقول له ايه بناءنا على الاجابة اه امتى امتى طبعا امتى بتعزف على الطبل يبقى متى يعني ايه انزل انجليش على طول اه انا حافظ كلمات يبقى على طول وين اكتب وين تمام كتبتها نكتبها ايه بلون مختلف تعال انا غير اللون اه يبقى when do you play the drums امر قال له اي play the drums in the morning الاجابة بتعرفني السؤال والسؤال بيعرفني الاجابة تمام خلي بالك من نصيح اللي بقولها الانترفيور داخل فيه شمال بيستجبه افوان افوان قال له ايه وامتى اه وامتى ايه هجيب ايه هكمل السؤال منين بالاجابة تعال نشوف كده الاجابة امر قال له اي go swimming after school اه انا بذهب للسباحة بعد المدرسة يبقى هنا بيسأله يقول له ايه انا بترجم ومتى انت اه بجيبها من اجابة تذهب للسباحة قال له اي go swimming after school يبقى لازم هنا اكتب ايه فوق مدى تذهب للسباحة يبقى اكتب go swimming اكتب على طول يه تمام change the color ولنغيره تاني كل شوية نتك عليه go يه ونكتب هنا ايه swimming بحب بحفظ الطلبة الكلمات بالطريقة بتاعتي هنا انترفيو ور تاني وامتى بتذهب للسباحة امر قال له i go swimming after school انا بذهب للسباحة بعد المدرسة الاجابة بتعرفني السؤال ترجم كويه استسلاق على دول تمام الانترفيو ور يعني الشخص اللي بيعمل مقابلة سأله سؤال داخل شمال في عمر مش سايبه what do you do friday نقرأ اجابة امر i music i like rock الترجم كويس ماذا انت لان الفيلم وساعر بالقادة ستفهم ما لهوش معنى لكن ليه اهمية مكانية بيعرفني زمن الجملة ينهر ابيض هنا السؤال في زمن المدرع بسيط لازم تراجع فيديوهات عالمية هتلاقيها في قوائم تشغيل زمن المدرع بسيط اي grammar عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل تمام what do you do friday فيه طريقة من الحل انه بشوف اللي قبلها واللي بعدها اهو friday والترجمة تجيبها ماذا انت تفعل في ايام الجمعة فيه يعني ايه واحد يقول لي اين انا شاطر طب تبص على اللي بعدها friday ايام الاسبوع بيجي قبلها حرف ده grammar يا ابني يبقى على طول on ايام تمام what do you do on friday امر قال له اي ميوزيك انا ايه الموسيقى i like rock بحب موسيقى ال rock يبقى انا ايه الموسيقى بعمل ليه الموسيقى بقولها بشربها طبعا لا بعزف على الموسيقى يبقى على الطول play انا بترجم انا مش عارف حاجة بترجم يا جماعة يبقى you're welcome معروفة الرد بتاعها you're welcome ممكن اقول not at all ممكن اقول don't mention it ممكن اقول my pleasure يعني ده من ساعتي اي اجابة ممكنة خلاص you're welcome معانا طول you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome وحط ايه البيريد بتاعتي لازم اقفلكم خلاص قالينا المحادسة وترجمتها السؤال بيعرفنا الاجابة عرفت بحل ازاي لازم تتبع الطريقة بتاعتي في الحل لو عجبك الفيديو اديها لايك اديها شير اديها سبسكرايب وهشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير لقول اعدادي وجميع الطلاب جميع الاسئلة مع السلامة